ينضم إلينا عمر الهاتف ماجد عبد النور مراسل شبكة شام من حلب ماجد مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور ما جديد التطورات لديكم على الأرض في مدينة حلب وريفيا لهذا اليوم بالنسبة إلى آخر التطورات سأبدأ من هذا الخبر منذ قليل شن الطيران الحربي غارة جوية على مدينة الباب هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشرقي ما أدى إلى سقوط ثلاث شهداء والعديد من الجرح طبعا أغلب أولئك الشهداء الشهداء الثلاثة من الأطفال إضافة إلى جرح العشرات ربما سيرتفع معدل الشهداء نتيجة هذه الغارة العنيفة التي دمرت العديد من المنازل إضافة إلى قصف أيضا منذ قليل على بلدات الريف الشمالي وخصوصا بلدة تماير هذه البلدة المجاورة لبلدتين نبل والزهراء التي تحويان آلاف الشبيحة إضافة إلى قصف أيضا على بلدة بيانون أيضا هذه البلدة مجاورة لبلدتين نبل والزهراء من ناحية الاشتباكات طبعا الاشتباكات متزال مستمرة على أكثر من جبأة في مدينة حلب حي الراشدين هذا الحي الذي يعتبر أسخن الأحياء في هذه الأيام بسبب محاولات عديدة للجيش النظامي استعادة هذا الحي الجيش الحر دائما يصد هذه المحاولات كان آخرها فجر هذا اليوم عندما صد محاولة قوات النظام التقدم في هذا الحي أيضا نبقى في حي الراشدين ومحيط البخوث العلمية تشهد اشتباكات أيضا على مدار الساعة بين الجيش الحر وقوات النظام مطار كويرس العسكري يبدو أنه وجهة الجيش الحر المقبلة هذا المطار أيضا يشهد اشتباكات عنيفة في محيط هذا المطار إضافة الاشتباكات في حي بني زيد والأحياء الأخرى في مدينة حلب التي تعتبر نوعا ما اشتباكات توصف بالدائمة أو مناطق التماس المباشر وخصوصا أحياء حلب القديمة وبعض أحياء حلب الغربية كحي صلاح الدين وحي سيف الدولة نعم شكرا لك ماجد عبد النور كنت معنا مراسل لشبكة شام من مدينة حلب وريفيا قال ناشطون أن أكثر من عشر شهداء